بعد تأجيل متواصل لخطوة من شأنها تعزيز نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن حزمة إغاثية بقيمة 900 مليار دولار أمريكي هي الأولى من نوعها لإنعاش الاقتصاد الذي يئنه تحت وطأة وباء كورونا حزمة المساعدات الجديدة التي يؤيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن المتوقع أن يوقع عليها في وقت لاحق ستكون ثاني أكبر حزمة التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بعد مساعدات بلغات 2.3 تريليون دولار في مارس آذار الماضي يمكننا أخيرا الإبلاغ عن ما احتاجته أمتنا لفترة طويلة جدا المزيد من المساعدة في الطريق بعد التشاور مع اللجان وضع الزعماء الأربعة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللمسات الأخيرة على اتفاق سيكون هناك إنقاذ كبير آخر وحزمة مساعدات للشعب الأمريكي مع استمرار مواطنين في محاربة فيروس كورونا في موسم الأعياد وتشمل الحزمة مدفوعات مباشرة بقيمة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا في صورة يعانة بطالة إضافية كما تشتمل على مليارات الدولارات للمشروعات الصغيرة ومساعدات غذائية ودعم لتوزيع اللقاح الواقي من الفيروس ومساعدات لقطاعي النقل والرعاية الصحية المساعدات الأمريكية تأتي في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا وتدابير حكومية للحد من تدعيات الجائحة التي تسببت بوفاة وإصابة الملايين في الولايات الأمريكية انطلاقاً من واشنطن مروراً بميزوري وغصولاً إلى فلوريدا